Navigate إك هو كتاب من إنتاج Oxford University Press وأنا بقالي فترة باستخدم الكتاب ومبسوطة منه جداً والنهاردة بإذن الله حنشوف مع بعض إيه اللي عجبني في الكتاب وشجعني أني أعمل فيديو عنه طبعاً الفيديو ده مش sponsored من أكسفورد الكتاب فعلاً يستاهل يتعمل عليه review مبدئياً إيه أهمية إني أشتغل من كتاب؟ أنا كطالب مبتدئ محتاج منهج منظم كتب وناس متخصصين حطين في بالهم الكلمات الأساسية والمواضيع ودروس الجرامر اللي لازم أعرفها وده اللي موجود قدامنا بالفعل في الكتاب الكتاب موجود بالكامل online فيه نسخ ورقية طبعاً بس إحنا النهاردة بنتكلم عن النسخة online تقدر تستخدم الموقع في تصفح الكتاب أو تنزل برنامج Oxford Bookshelf وتعمل download الكتاب على البرنامج وتفتح الكتاب برضو بشكل سهل مش محتاج إن انت تستخدم الانترنت بعدها المنهج بالكامل متقسم ليه 6 مستويات المستوى متقسم ليه 12 وحدة وكل وحدة 5 دروس 4 دروس أساسية والدرس الأخير فيه video وreview التدريبات زي ما احنا شايفين بتكون متنوعة grammar, vocabulary, listening, reading كلمات, استماع, قراءة الجميل إنك لو ضغطت على علامة الاستماع هيشتغل معاك فوراً يعني الملف الصوتي متحمل جوه الكتاب كجزء لا يتجزأ منه وكذلك الفيديوهات برضو طبعاً مسموح لنا نجاوب جوه الكتاب زي مواضح قدامنا على الشاشة وoption برضو موجود في بعض التدريبات وهو تصحيح الإجابات هنا الايقونة دي خاصة بكتابة ملاحظة زي ما احنا شايفين تقدر تحركها في أي جهة تقدر تكتب فيها اللي انت عايزه كأنه كتاب ورقي عادي جداً الشريط الاسود ده بيمكنك إنك تتحرك في صفحات الكتاب زي ما انت عايز الصفحة السابقة مثلاً الصفحة التالية اكتب صفحة معينة رقم صفحة معينة او افتح المينيو واختار رقم الدرس بزبط تقدر تستخدم الكتاب على الكمبيوتر او التابلت الحقيقة انا مجربتوش على الموبايل بس لو حد جربوا ياريت يقولنا في التعليقات الجميل جداً واللي انا شايفاه مشاركة رائعة من اكسفورد هي المصادر المجانية للكتاب الكتاب نفسه مش مجاني وحنشوف اسعاره دلوقتي لكن اكسفورد عاملة جميع المصادر الخاصة بالكتاب مجانية تماماً على موقعه يعني قدامنا مثلاً هنا الاوديو او دروس الاستماع كلها الفيديوهات كلها كتاب المدرس حلول الكتاب بالكامل عروض باوربوينت لشرح الجرامر قوائم للكلمات وطبعاً فيه وحدة مجانية لكل مستوى عشان يعرفك المستوى ده يعني طبيعته ايه يعني انت حتى لو ما عندكش الكتاب تقدر تدخل على موقع اكسفورد وتستفيد من المصادر دي من خلال الدخول على صفحة المدرس او صفحة الطالب students resources او students or teachers resources وانا انصحكم جداً بالدخول على الموقع وعمل اكاونت هناك وتنزيل كل المصادر دي لان الله اعلم حتفضل متاحة مجانياً لغاية امتى فالافضل نستفيد من عرض زي ده وكل اللي حتحتاجه انك تعمل اكاونت مجاني على الموقع نيجي بقى للسعر الحلو برضو ان سعر الكتاب في البلاد العربية ارخص من سعره بر في مصر مثلاً سعره حوالي 21 جنيه سرليني وده شامل الكتاب الاساسي وكتاب التمرين الكورس بوك والورك بوك احنا لو جبنا الاتنين دول من على امازون ورقيين يعني بنتكلم في حوالي 70 دولار غير الشحن فلما اخد كتابين بـ 420 فده يعني سعر كويس جداً خاصة ان الكتاب او المستوى حيكفيك كذا شهر بإذن الله فدي حاجة كويسة جداً حسب لكم تحت رابط شراء الكتاب والروابط المجانية تقدر تشتغل من الكتاب لوحدك او مع مدرس على حسب رغبتك حسب لكم رابط تحديد مستوى ولو انت حاسس انك محترمة بين مستويين افتح الوحدات المجانية للكتاب وشوف ايه اكتر مستوى انت مرتاح ترجمة نانسي قنقر